الفساد الإداري والمالي عنوان عريض لعمل المؤسسات والدوائر الحكومية في العراق منذ عام 2003 منذ ذلك التاريخ هيمنت الميليشيات والأحزاب والكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية على جميع قطاعات الحياة في العراق استشرى الفساد وباتت جميع قطاعات الحياة في هذا البلد رهينة لهذه الأطراف التي سرقت مقدرات البلد وعاثت فيه فسادا همش المواطنة وجعله يعيش على حدود الفقر لسنين طويلة على رأس سارقي البلاد تربع المحققون في وزارة الداخلية والأجهزة الاستخباراتية وهذا ما أكدته تقارير كثيرة وثقت ثخامة الثروات التي باتت بيد هؤلاء مثل المنازل وإدارتهم أعمالا تجارية واسعة النطاق مصدر حكومي أكد رصد حالات ثراء كبيرة لعدد كبير من الضباط المحققين لا تتناسب مع وضعهم الاجتماعي قبل تسلمهم مناصبهم والحال نفسه مع ضباط الجمارك ومفتشين منافذ الحدودية البرية المصدر أكد كذلك تغاضي السلطات الحكومية عن أنشطة شبكات الجريمة المنظمة وتهريب وتجارة المخدرات في البلاد في إطار الفساد المالي الكبير الذي يقف خلفه ضباط تابعون لجهات سياسية متنفذة مصدر حكومي آخر أقر بأن ضباطا وقادة في الأجهزة الأمنية الحكومية باتوا من أثرياء العراق بسبب غماسهم في ملفات الفساد التي يتعلق بعضها بتهريب المخدرات والتكفل بالحصول على درجات وظيفية لمواطنين مقابل رشا تصل إلى الملايين فضلا عن إطلاق سراح مجرمين مقابل المال ويعد الفساد في مجالات التحقيق والأقسام الأمنية المرتبطة بالمجرمين أكثر ملفات الفساد خطورة وحساسية في العراق وقد تنامى هذا الملف خلال حكومة نور الملكي الثانية بين عامي 2010 و2014 حيث أصبح ضباط التحقيق من الطبقات الثرية في المجتمع وذلك في ظل الانهيار الأمني وانتشار جريمة المنظمة